طيب إيه الألية اللي المجلس هيمارس من خلالها دوره؟ يعني إحنا بتكلم دلوقتي عن المجلس تكوينه وعمل إزاي؟ التشكيل هو اللي هيتحكم فيه تنفيذ السياسات دي طيب هو المجلس هيبقى ليه اختصات ملزمة أي مجلس وطني للتعليم في العالم هو هيا استشارية مستقل مشوفناش مجلس بيتبع لوزير التعليم مثلا غير في البيرو مثلا أو جمايكا يعني واحدة من الدولتين مجلس الوطني هناك هو بيتبع الوزير وزير التعليم وبيمده بالاستشارات أو الأراء فيما يتعلق بالسياسة التعليمية لكن باقي دول العالم أسبانيا البرتغال المغرب على سبيل المثال المجلس فيها مستقل مجلس هيئة مستقلة استشارية بتبدي الرأي والمشورة وكمان بتكر بعض القوانين يعني صياغة القانون المتعلق بالتعليم في البرتغال المجلس الوطني للتعليم في البرتغال مثلا بلازم هو اللي يبدي الرأي أو يكر الصياغة الخاصة بقوانين التعليم وملزمة لمجلس النواب هناك أنه يكررها خلال 30 يوم عنده بعض المهام الإلزامية المجلس في مصر عندنا هنا بيتكون من رئاسة المجلس رئيس الوزراء عشر وزراء عندي تمانية من الخبراء وأربعة من رجال الأعمال ده الشكل اللي أكرر في النهاية يعني تقريبا تكوين المجلس بالكامل حوالي 25 عضو 40% منهم من الوزراء طيب الوزراء مهما إحنا في عندنا وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ضمن التشكيل ووزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات طبعا يعني المجموعة اللي هي متعلقة أكتر بالتشكيل الوعي والجزء الخاص يعني وزارة العمل أيضا احتياجات سوء العمل من الاختصاصات أو التخصصات اللي هتخرج من التعليم برضو وزارة العمل موجودة فبالتالي أنا بجمع احتياجات المجتمع يعني من المعارف من التخصصات المطلوبة لسوق العمل علشان أبتدي أحط الاستراتيجية الوطنية الكبيرة اللي هتمثل المظلة الكبرى وبعدين استراتيجية القطاع التعليم قبل الجامعي هتبقى منبسقة منها أو بتكمل على الرغم أننا عندنا في استراتيجيات قبل كده أنا عايز أسأل حضرتك سؤال هل في أي خطة يمكن لدمج الطلبة مع المجلس أو حتى استشارتهم أو نفهم منهم هم فين عشان نبقى عارفين إحنا هنروح بيهم فين على سوق العمل يعني تمام سوق العمل محتاج سكيلز معينة محتاج تعليم معين لكن إحنا النهار ده أصلا بنبني على حاجة كتب موجودة قبل كده هم فين دلوقتي وقفين فين محتاجين إيه عشان ننامي عندهم مهارات معينة هل ده ضمن المشروع قائم معاكم في المستقبل؟ طيب المجلس الوطني اللي تعمل في مصر أو التشكيل اللي في مصر بيأخذ عليه أنه هو ما لا يضم العدد الكافي من الخبراء والأكاديميين بيأخذ عليه أيضا أنه هو لم يضم ممثلين عن أصحاب المصالح يعني المجلس الوطني في المغرب التكوين بتاعه أكبر بكتير من مصر إحنا عندنا 25 لأهو هناك أعضاء المجلس حوالي 100 عضو عنده 25% من الخبراء وبعدين عنده حوالي 20 عضو تقريبا من عضاء الحكومة والبرلمان والأكاديميين وبعدين 54% من أصحاب المصالح سواء كانت اتحادات طلبية سواء كانت مجالس أماناء وأباء أي حد لي علاقة بالعملية التعليمية هو متضمن داخل تشكيل المجلس ده علشان يقول الرأيي علشان أخطط لأي حاجة من الضروري جدا أن أنا أستمع لأصحاب المصالح في البداية بزبط فلو هما مش ممثلين بالتالي أنا بعيد إنتاج الاستراتيجات اللي كانت موجودة قبل كده يعني استراتيجات التعليم 2016 موجودة وتنفذ بعضها أو بعض أجزاءها بعدين حدثنا عملنا استراتيجية تانية من 2023 إلى 2027 بيتم تنفيذ بعض بندها عندنا برنامج إصلاح التعليم بيتم تنفيذه من 2018 كان المفروض ينتهي 23 وبعدين تم تمديده إلى 25 وإلى الآن يعني التقارير حول التقدم في المشروع مش واضحة أو مش معلنة بشكل واضح للجميع